السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق إلى مكون الشكل الوحدة السابعة بالضبط الأسبوع الثاني من مرجع مرشدي في اللغة العربية من تقديم الأسادة سناء الخاص بالدرسين اسم الآلة والنداء نبدأ على بركة الله إذن قبل أن نبدأ سنحاول التذكير بالقاعدتين السابقتين فيما يخص كل من النداء واسم الآلة إذن تعرفنا على أن النداء يعني هو طلب شخص من أجل الانتباه والإقبال على من يناديه وقلنا كذلك بأن المنادة هو الاسم الواقع بعد حرف النداء وكذلك قلنا من أدوات النداء هناك يا التي تستعمل لمنادات البعيد والقريب وهناك أيضا أي وهيا وأيا وأيضا تعرفنا في الدرس على أنواع المنادة وقلنا أن هناك خمسة أنواع هناك العلم المفرد والنكر المقصودة وفي هذه الحالة يكون المنادة مبني على الضم وبالنسبة للمضاف وشبيه المضاف والنكر الغير مقصودة يكون المنادة في هذه الحالة منصف وكذلك تعرفنا على أن اسم الآلة يدل على الأداة التي وقع بواسطتها الفعل وأن هناك عدة أوزال لإسم الآلة مثل مفعال مفعالة مفعال فعالة وغالبا يصاغ اسم الآلة من الفعل الثلاثي إذن سنتطرق الآن إلى الأسئلة الخاصة بمكون الشكل إذن الأسئلة ستتمحور حول النص الموجود بالصفحة 192 إذن هذا هو النص الذي سنشغل عليه من في أيام العطالي إلى هنا فهم إذن سأل أول يقول أشكل النص بعد نقله في دفترك إذن من بداية النص إلى هذه الكلمة فقد أخذنا السطر الأول والسطر الثاني إلى هذه الكلمة ولكن باقي الأسئلة سنعتمد في إنجازها على النص بأكمله إذن بالنسبة للسؤال الثاني اشرح كل من المبرد أمارس اللحامة النضارة الواقية إذن هنا سيكون الجواب سؤال الثالث ركب كل كلمة مما يلي في جملة مفيدة تحت إشراف يتضرر تلحم سؤال الرابع أين يقضي سمير أيام العطلة؟ ولماذا؟ سؤال الخامس أذكر بعض الأدوات التي يستعملها الأب في الورشة سؤال السادس لماذا كان الأب يحذر ولده من استعمال اللحامة؟ سؤال السابع متى يضع الحداد النضارة الواقية على عينيه؟ ولماذا؟ إذن هنا متى؟ متى يضع؟ إذن ألمرجو أن توقفوا الفيديو وتجيبوا عن الأسئلة ونلتقي مع التصحيح إذن عدت إليكم مع التصحيح إذن أتمنى أن تكونوا أنجزتم المطلوب منكم إذن لنبدأ على بركة الله إذن سنقرأ أولا النص الذي ضبطناه بشكل تام في أيام العطل أذهب إلى معمل والدي لأتعلم حرفة الحدادة فكنت أراه وهو يستعمل عدة أدوات منها المنشار والمبرد والمطرقة والمسترة وغيرها من الأدوات التي يحتاج إليها في معالجة وإعداد الأبواب والنوافذ والشبابيك والآثاث المنزلي نمر للإجابة عن السؤال الموالي ما معنى المبرد؟ إذن المبرد هو عبارة عن آدات بها سطوح تستعمل لتسوية الأشياء أمارس معناها أزاول أقوم بعمل اللحامة بمعنى أداة لملاءمة وإلساق الأجزاء النظارة الواقية عبارة عن عدستان زجاجيتان مثبتتان في إطار تقيان تقياني عفواً إذن تقياني من الرياح والغبار والوهج السؤال الثالث ركب كل كلمة مما يلي في جملة مفيدة إذن يمكن أن تكون لديكم جملة التي قمتم بكتابتها صحيحة فقط يجب أن تتضمن كلمة تحت إشراف كلمتين عفواً تحت إشراف ينجز التلاميذ مشروع القسم تحت إشراف الأساد يتضرر جسم الإنسان بتناول أغذية غير متوازنة إذن فقط يمكن أن تكون جملة صحيحة إذا توفرت على كلمة يتضرر يعني الفعل يتضرر هنا تلحم أو يلحم تلحم الحدادة الباب إذن نمر إلى السؤال الرابع أين يقضي سمير أيام العطلة؟ ولماذا؟ يقضي سمير أيام العطلة في معمل والده دائماً نستعمل إجابة بالسعمال جملة مفيدة لماذا؟ ليتعلم حرفة الحدادة سؤال خامس بعض الأدوات التي يستعملها الأب في الورشة هي المنشار، المبرد، المطرقة، والمصطرة لماذا كان الأب يحذر ولده من استعمال اللحامة؟ إذن كجواب كان الأب يحذر ولده من استعمال اللحامة لكي لا يتضرر بصره متى يضع الحداد النظارة الواقية على عينيه؟ ولماذا؟ إذن كجواب يضع الحداد النظارة الواقية على عينيه عندما يلحم الحديد علاش كدير لماذا؟ لتقيه من الوهج الذي يتطاير عند التلحيم أو عند التلحيم عفوا شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله ولا تنسوا للشراك في قناتي وتفعيل الزر ليصلكم كل جديد وكما أقول لكم دائما في أمان الله وألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر